وكان الخبرى الامريكان والبريطانيين توقعوا ان روسيا ممكن تستخدم سلاح ناوي او كمبيلة كهروماغناطيسية او حاجات ممكن تؤدي لاشعال السراع مع الناتو عشان كده روسيا بتحسن منظومات الدفاع الجوي بتاعتها ده اللي بتتوقع به جريدة الميرر البريطانية بس النهاردة جريدة الدايلي ميل البريطانية بتفجر مفاجأة تانية وتقولك اللي اتنقل مش داستا مش 12 ل 15 منظومة دفاع جوي من بلا روسيا لروسيا اللي اتنقل 100 ساروخ S300 و S400 من بلا روسيا للحدود الاوكرانية الروسية وان العدد دا يزبتلك ان رد الفعل حيكون مبلغ فيه وان دا ممكن يكون رد فعل عرب عالمية خلاص الحتة دي لازم توقف عندها النهاردة طلعت جريدة اسمها جريدة اكسبرس جريدة اكسبرس بتقولك ايه؟ بتقولك يا جماعة خلي بالكو ان روسيا ما زال عندها سلاح فتاك اقتصادي ممكن تضرب بأوروبا ازاي؟ جريدة اكسبرس بتقولك ان روسيا وكازاخستان اللي ريسا الرئيس بتاعها لسه كاسب الانتخابات النهاردة روسيا وكازاخستان مسئولين عن ارسال 42% من الوقود النووي العالمي خبالك بس من رقم دا وهنا ما بيكلمكش على دولة معينة لأ هو بيقولك روسيا وكازاخستان بيرسلوا 42% او بيصدروا 42% من الوقود النووي العالمي دا رقم خطير جدا جدا فبيقولك ما تستقلش بالضغط دا ان ممكن روسيا تقطع الوقود النوي عن كل محطات الطاقة النووية في اوروبا كلها وده هيؤدي لارتفاع اصعار الجاز وارتفاع اصعار البترول ممكن روسيا تعمل كده لو تم تطبيق سقف سعر اللفت بتاعها وتبقى حرب اقتصادية بين روسيا والغرب